منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن وصلنا الآن قبل غروب الشمس بقليل إلى منطقة الملح هذه القرية التي سيطر عليها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد معارك شرسة دارت في جبل قرود هذا الجبل الذي يظهر خلفي في الشاشة هذا جبل كبير وممتد سافرنا فيه منذ ساعات الصباح الأولى المقاومة الشعبية الآن تتمركز في ذلك الجبل الصغير الأسود المقاومة وصلت إلى هناك بعد الجبل مباشرة تقع فرضة نهم أو معسكر نهم وهناك أيضا طريق المؤدي من صنعاء إلى مأرب سنتحدث الآن إلى أحد القيادات الميدانية في مقاومة صنعاء السلام عليكم السلام ورحمة الله هل بإمكانك أن تشرح لي معطيات أخيرة للمعارك التي حدثت اليوم الحمد لله بفضل الله ومنه وجوده تمكنت رجال المقاومة الشعبية مسنودة بالقوات الشرعية بدحر الحواثة مسنودين بالطيران التحالف وبفضل الله سبحانه وتعالى تم دحرهم وطدهم وأسر كثير منهم وعشرات الجثث الآن مرمية في الأشعب المسافة الآن ما بين صنعاء ومأرب أيهما أكبر الآن من هنا إلى مأرب أو من هنا إلى صنعاء المسافة من هنا إلى صنعاء لا تتجاوز 45 كم بينما إلى مأرب قد تكون حول 100 أو 120 كم بالفعل التقدم كبير لقد قطعت المقاومة والجيش اليوم ما يزيد عن نصف المسافة التي تفصل بين مأرب المدينة وصنعاء العاصمة المدينة وبالفعل هناك جثث كثيرة وجدناها في الجبل جبل قرود إلى وصولنا إلى هنا وأيضا أطقم للحوثيين المعارك الآن ما تزال مستمرة كما يظهر في الشاشة وإذا استمر التقدم بهذا الشكل قد تسيطر المقاومة على خط صنعاء مأرب في الساعات القادمة يحيى السواري قناة بلقيس صنعاء اشتركوا في القناة